اشتركوا في القناة احنا ممكن نعمل كده لكن في قصة زي دي ما ينفعش لازم نخاف على نفسنا لازم نخاف على اهلنا نخاف على كل اللي حوالينا نخاف على بلدنا مطلوب ايه مطلوب انك تاخد اجازة في مننا كتير جدا ايام الشغل والعرق والتعب وكلام من ده كان يقول لك ياخد له اسبوعين اجازة طب هم جولك طبعا نقول لك في ظروف احنا مكناش نتمناها اطلاقا بس خلاص قعد في البيت خد اجازتك الدولة بتقول لك كده الظروف كلها بتقول لك كده الاستهتار مش هينفعنا احنا عندنا مثالين مثال ايجابي ومثال سلبي المثال الايجابي في الصين اللي خرج منها اصلا الفيروس ده دلوقتي الامور عندها ايه بتتحسن بشكل كبير قوي قوي ليه عشان التزموا بالتعليمات التزموا البيوت قعدوا في البيت الناس قال لك الحل الوحيد عشان نقدر نقدي على الفيروس ده ان احنا نقض في البيت قعدوا في البيت عدد الحالات قال لعدد الوفيات قال لكل الكلام ده قدروا يسيطروا على الفيروس اه اخر يومين الموضوع ابتدى عندهم كم حالة كده يظهروا بس ايه من ازاي مثلا دول اخرى اه تانية المثال السلبي ايطاليا ايطاليا استهتروا بالموضوع جدا اول ما الدنيا ظهرت عندهم والمرض ده ظهر عندهم استهتروا بالكسة قال لك يا عم الدولة ديتني اجازة وكلام من ده يلا ننزل نتفسح ونخرج ونقعد ونفكافيهات وكلام من ده ونروح ونيجي مصرهم بقى ايه للأسف الشديد كم كبير جدا من حالات الوفاة للأسف اصابات عديدة بالالاف كل ده عشان همها ملتزموش بالتعليمات بس الكسة بسيطة اقعد في البيت خليك في بيتك حارب الفيروس ده من خلال انك ما تنزلش لما تنزل انزل عشان انت في حاجة ضرورية محتاجة البيت محتاجة حاجة لازم تجيبها لازم تبقى موجود غير كده ما تتحركش بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك احنا للأسف يعني مبارح كنا تفاقلنا لما عرفنا ان عدد الحالات بقى تسع حالات بس بعد ما كان ستة واربعين وحاجة وتلاتين وكامل ده بالنسبة لايه تسع حالات دول كان اول مبارح مبارح بقى لما بنتابع طبعا البيان وزارة الصحة كل يوم ده بقى اهم شيء بالنسبة لنا نعرف في النتاج والاخبار ايه دلوقتي فلقينا حصل يعني ارتفاع في الحالات للأسف الشديد تلاتة وتلاتين حالة فده مبارح بس فلازم يبقى عندنا قدر كافي من الوعي لازم نبقى احنا مهتمين قوي يا سيدي لو مش خاف على نفسك خاف على اهلك خاف على اخوك على اختك على ابوك على امك على ولادك فلازم يا جماعة ان احنا ناخد القصة دي بمنتهى الجدية منتهى الجدية نقدر نعدي الدولة عندنا شغالة الله ينور بصراحة قرارات ممتازة وادارة مميزة للأزمة دي احنا دورنا ان احنا نساعد الناس ما فيهاش مشكلة نساعد الدول ان احنا نقعد في بيتنا لما هتقعد في البيت فبالتالي الاختلاط هيقل فبالتالي المرض بإذن الله يختفي بإذن الله الموضوع عايز وقت بس كله في ايدينا في ايدينا ان احنا نصعب الامور وفي ايدينا ان احنا نساهل على نفسنا فبعد اذن حضراتكم بعد اذن حضراتكم نلتزم فيه ناس مجبرة ان هي تنزل شغلها مجبرة اوكي بس في نفس الوقت فيه مصالح حكومية ومصالح خاصة وكلام من ده ادوك اجازات التزم بيها بس مش مطلوب منك اكتر من كده عشان بإذن الله تعالى نعدي من المرحلة دي على خير وبإذن الله تعالى ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ مصر ويحفظ اهلنا وان شاء الله فترة وفترة سلبية جدا في الحقيقة ومش عارفين نعيش حياتنا ودي كانت نعمة من نعم ربنا خلال الفترة اللي فاتت من شهر شهرين كده كنا ايه الدنيا جميلة بصراح كناش حاسين بني دي نعمة دلوقتي فترة صعبة علينا كلنا ان شاء الله نعديها بالاسرار وبالتكاتف وبالالتزام اهم شيء الالتزام بإذن الله بإذن الله النهاردة حلقتنا فيها عدد كبير جدا من الأخبار المتنوعة ازاي ما حضراتكم متعودين كمان ده حلقتنا النهاردة في الجزء التاني بالتحديد الأستاذ أحمد عبد الجواد الناقضة الرياضي بجريدة الكرة والملاعب احنا نتكلم معاه في بعض الأمور وبعض التوقف